هل احنا فعلا محتاجين لظهير شعبي في هذا الوطن؟ نعم الاجابة نعم ليه؟ لان احنا زي ما بقولكم احنا بنواجه تحديات كبيرة في كل حد على الحدود بنواجه تحديات في الداخل ما زالت الخلايا النائمة موجودة المؤامرات ما بتخلص اجهزة استخبارات دولية تتغلغل من خلال بعض الاشخاص اللي بتدربهم برة على السليب الفوضى التي يمكن ان تحدث كما يتصورون كل دوارد و احنا خدنا درس وعزة وعبرة في الفترات الماضية و اصبح عندينا نوع من المناعة مناعة حقيقية الناس بقى تفهمها ايه الصح و ايه الغلط و شعبنا محدش عارف يتحكي عليه صحيح انك بتيجي احيانا تفرقع فرقع كده وتقول الحقو الحقو مصر خلاص بيقسموها اه مش عارف فلان بيعمل ايه وغيره وغيره كلام مجرد شعرات خلونا نتفق اولا ما حدش هيزيد على وطنية حد لا احنا بنزيد على وطنية الشرفاء لان الشرفاء من حقهم انهم يسألوا اسئلة ويطرحوا اسئلة ودون الناس بينطلقوا من قواسم وارضية وطنية بالاساس وبين الاخرين اللي لا هم لهم الا التشكيك في الدولة المصرية وفي صوابة الدولة المصرية والسعي المستمر الى انه ياخدك لمساحة تانية ويبدأ بالفرقعة وتمشي كرة السلج واحدة 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 عشان توصل الى مبتغاه وإلى هدفه بس مسكين ما عرفوش الشعب المصري حتى لو انقادت بعض الناس لبعض الوقت نتيجة الشععات والاكاذيب ومخزون الكذب اللي موجود في دماغهم حتى لو مشت معهم لبعض الوقت لكن دايما الصمود والثوابت والحقيقة بتظهر بعدين انا متذكر يعني حاجات كتيرة جدا حصلت ما بعد 25 يناير وحصلت برضو في زمن الرئيس السيسي عشر سنوات قضاها ايضا وسط كم من الشععات والاكاذيب والعدعات والناس نسي تسيسي عمل ايه او بعض الناس مش كل الناس حياة نسي الرجل ده لما حط روحه على كفه في 3 يوليو نسي الرجل ده لما تحدى القوة الغاشمة اللي بتمتلك ميليشيات ومتلك اسلحة وغير وغير وانحاز الى الشعب المصري سمع صوت الناس فاستجاب للناس ومضى طريق طويل ومشاكل كتيرة بتواجه وتحديات من كل ناحية من الداخل ومن الخارج حاجات بتجيلوا من برة وحاجات بتيجي من كل مكان ومع ذلك صمد ما قالش اخ ما قالش خلاص ما يطلعش وقال والله انتو السبب وقال للدنيا كذا لا تحمل وما زال يتحمل عشان كده انا بقولكم يمكن ظهور كيان اتحاد القبائل العربية موخرا وديا